عملية عسكرية مضادة يشنها الجيش السوري بغطاء روسي على أطراف بلدة سراقب في محاولة لاستعادة السيطرة عليها. المرصد السوري لحقوق الإنسان أكد أن الطريق الدولي حلب دمشق المعروف بـ M5 قطع بفعل العملية العسكرية في سراقب. مشيراً إلى أن الفصائل المسلحة المدعومة من تركيا تمكنت من فك حصار الجيش عن ثلاث نقاط مراقبة تركية مستحدثة في شمال البلدة، فيما بقيت النقطة الأساسية التركية محاصرة شرق سراقب. تكمن أهمية البلدة الاستراتيجية بأنها باب عبور إلى مدينة أريحة وجسر الشغور أبرز معاقل الفصائل المسلحة والتي ما زالت تقططع أجزاء من طريق انفور الدولي والذي يفضي إلى مدينة اللاذقية حيث القاعدة العسكرية الروسية الأبرز حميميم. تقدم الجيش السوري في مناطق واسعة مريف إدلب الجنوبي فتح له طريقاً لخوض معركة على جبهة أخرى متاخمة لإدلب. المرصد السوري أفاد بأن الجيش السوري تمكن من السيطرة على أكثر من عشرين قرية في ريف حمال جنوبي ويكمل تقدمه باتجاه القرى الخمس الأخيرة المتبقية والتي ما زالت تحت سيطرة الفصائل المسلحة والتي تفضي في نهاية المطاف إلى جسر الشغور وطريق انفور الدولي. اقترب شهر فبراير على نهايته ولم يستطع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إجبار الجيش السوري وروسيا على التراجع من كل المناطق التي كانت تخضع لسيطرة الفصائل المسلحة المدعومة من أنقر.